مقالي ومقاله المجد في يد الفراعنة بكرة بإذن الله تعالى أو الأربع بإذن الله تعالى تحتفل مصر ويحتفل العالم كله مع الرياضة المصرية باستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد في دورة التحدي الكبير إنه في هذه الظروف وهذه الجائحة مصر تنظم كأس العالم طبعاً تحديات بتقبلها وبتسعى إليها الإدارة العليا المصرية ده ما عملنا كاس الأمم الأفريقية ده ما عملنا تصفيات الأولمبية ده ما بنعم دلوقتي كاس العالم لكرة اليد المرادة هي صناعة الجميل فيها صناعة مصرية من القمة حتى ملعب استقبال البطولة القمة التي تتمثل في رئيس تاريخي لاتحاد كرة اليد على مستوى العالم لا يوجد رئيس قاعد هذه الفطرة دكتور حسن مصطفى وأول مرة نجح كان مفاجأ لنا كلنا قلنا حيقدر يثبت الباقي كله قناعة العالم بقت تأتي به واضح أن الرجل ده استطاع أن يؤدي إلى كرة اليد العالمية ثم الإفريقية يعني أكثر من كاس عالم للنشئين للكبار مرتين مرة نشئين ومرتين للكبار تونس خادت كاس العالم هذا الرجل يخدم صناعة كرة اليد لأن أنت ما تيجي تستقبل البطولة دي أستاذ إبراهيم بتستعدلها ازاي مش بس قتلات واستقبالات وتسهيلات لكن البنية التحتية والبنية الأساسية وثقافة الشعب إنها تتهيأ لاستقبال هذا الحدث أنك تضيف ثلاث صلاة جديدة هتشوف إبداع هتشوف إبهار هتشوف التوقيت اللي تم فيه الكلام ده هتشوف حجم التحدي وأيضا أنك أنت العالم دي جوانب من الصلاة يا جماعة بصوا بقى الإضافة الكبيرة جدا للبنية التحتية الرياضية المصرية لا وبعدين العالم كله يتهرب من إقامة المسابقات الدولية وإنت بتتلقافها يعني إحنا يعني بنقول نحن لا عايزة لذلك أنا سعيد جدا بتكريم الدكتور حسن مصطفى بيطلق اسمه على إحدى هزيلي على صالة أستاذ أكتوبر دي صالة الدكتور حسن مصطفى في ستة أكتوبر هذا تكريم رائع وله معنى أروع أن مصر ترى نجاح أبنائها وتثمنه وتكبره أنت بتكبر ابنك قدام العالم هذا المسمى سيبقى خالدا خلاص اتناقش اسم الدكتور حسن مصطفى في مجدان الرياضة المصرية من خلال كرة اليد وكرة اليد يعني بهذا المنظومة أنت بتضيف صالة صالة الدكتور حسن مصطفى بستة أكتوبر صالة برج العرب صالة العاصمة الإدارية أن مصر تنشئ العاصمة الإدارية هذا التطور المعماري الجديد جداً فتنشئ فيها الصالة تستقبل البطولة أنا أتكلمت على العاصمة الإدارية أنا أتكلمت على العاصمة الإدارية خاطف كده أنا عايزك تروح أدعو كل الإعلام الرياضي بهذه المناسبة روحوا تفرجوا على حجم التحدي إنك بتنشئ بتنشئ عاصمة سوف تستقبل هذا العام كل المؤسسات الحكومية والرياضية وخلاص جازت أنت تستقبل بطولة فيها في مجمع رياضي عملاق ماشي البطولة تمهيد لهذا الاستقبال وإننا تمنى أن يكون بجمهور في ظروف أحسن عشان الناس يتفرد عايز أقولك أن مصر كانت مستعدة بإجراءات احترازية مشكددة لإستقبل جمهور الاتحاد الأوروبي هو اللي صمم أنه يبقى بدون جمهور خلاص إحنا مع يعني القارة الدولية اللي عايز أقوله أنك أنت هتوري الناس أن عملت هذه المدينة في وقت قياسي دون أن تتكبد الدولة مليم من ميزانيتها هذا تحدي غير معقول ولما تقال من ثلاث سنين أو أربع سنين الناس خدته باستخفاف لكن الرئيس ما عندهوش حاجة فيها استخفاف خلاص مفيش لازم تصدق كل كلمة بيقولها وتشتغل على قدرها تخلص بعد ثلاث يام تخلص بعد ثلاث ساعات وتخلص وتخلص ها والناس تتحطي تحت ضغط بالزبط وتنجح بالزبط إذن طب ما احنا نقدر معايير التحدي العلي ما احنا نقدر صحيح ما احنا نقدر صحيح آآ كمية الطرق والخدمات في المواصلات اللي انشئت للتخديم على الكلام ده هتزهل طب ما تروح ناحية مدينة ناصر او لو تروح ناحية مصر الجديدة او لو تروح على طرق حوالين القاهرة الكبرى كلها عشان تخدم انا عجبني جدا عجبني جدا المصطلح رفع جودة حياة المصرية خلاص ما انا بقولك اه كواليتي بترفع جودة الحياة فيه غلاء اه طبعا بس خدنا ما يقابله صراحة يعني اه فيه كواليتي لا الكهرباء بتطقطع ولا المية بتطقطع جودة حياة بكل بكل صحيح صحيح يعني احنا لو ما كناش بتدينا مشروع التعليم اللي هو اه بالتابلت والكلام اه كنا عملنا ايه بجاحة اه كورونا اه شوف ربنا يخليك تبتدي خطوة عشان تستفيد منها صحيح وشعب يتضرب عليها تحت ضغط الكورونا اي اه لا مصر دخل على عصر كويس بس عايزين نشتغل كلنا على قلب هذه الاهداف اه الكبرى